السلام عليكم حبيباتي كديري لبس عليكم تمنىكم تكونوا بالف خير صحتكم مزيانة كنشكركم بزاف اخواتي على تعليقاتكم اللي كتخليولي اياه شكرا لكم كاملين وشكرا لمشتركين جداد لعادل تحقوا بالقناة مرحبا بكم منساش نوجه تحية كبيرة وشكر كبير للاخوات اللي كي جربوا الوصفات بعينيهم مغمضين صارح اوصلوني بزاف ديال التطبيقات متصوروش حال فرحتوني انا لهلي خطيكم وطبيعة الحال كنخلي لكم الرقم باش تبقوا وتبعتوا لي هكا الصور ديالكم لان بالنسبة لياه مصدر تحفيز لي انكم تجربوا الوصف الوصفة من المرة الليولا وتنجح ليكم شكرا اليوم ما غادي نقدم ليكم طارت كيك بالفواكيب ثلاث طبقات كي جي رائع بزاف اخواتي من السم بالبرتقال مضاق ولا ارواح كنت منه من كل القلب يتجربوا لان فعلا كي استحق التجربة ديجا حضرت معاكم طارت بالعجين المكسر وحضرت معاكم هذه طارت بواحد العجين اقتصادية وكذلك هذه يعني يرى موجودين في القناة اليوم غادي نحضر معاكم واحدة اليشوية مختلفة في المقادير اللي غادي تكون طبيعة الحال بالطبقة ديال الكيكة اه فبنسبة المقادير بسم الله على بركة الله ما تنسونيش بليجيم ديالكم عندكم اه بنسبة المقادير عندي هنا تقريبا نصف كاس ديال العنبات للسكر حبيبات او للسكر سنيدة نصف كاس لي هي خمسة ديال المعالق لي كيكونوا كبار 80 جرام وعندي هنا خمسة المعالق كبار ديال زيت المائدة او الزيت العادية خمسة المعالق كبار تقريبا نصف كاس قل شوية كيف كتلاحظوا بالعبار ديال العنبة عندي واحد البيضاء لكتكون طوسطة والبرش ديال البرتقال او الليمون ممكن ديرو حامض لكي الليمون كيعطينا واحد الليمون كيعطينا واحد اللي بنا لي يزوينا وعندي واحد العلبة ديال اليوغورت او الزبادي ضانون بالنكهة الموز او البانان باش كتعطينا واحد انكهة زوين الكيك خصوصا غادي نستعمله يعني البانان في هاد الوصفة وغادي نحتاج واحد سكر منسا بالفاني 7 جرام كيف كتلكم البرتقال ممكن ديرو او لا ديرو الحامض اللي بغيتو هنتم البرتقال اللي انا حكيت عندي واحد القبيسة ديال الملحة 8 جرام ديال بيكين بودر او لخميرة الحلوية 8 جرام اللي هي صشية واحدة وغادي نحتاج كأس ديال الدقيق او للفارينا يعني كأس ديال الدقيق الابيض الفورص كأس قريبا واحد مئة جرام يعني دائما الدقيق يبقى حسب الخالط وليكن انا احتاج كأس فبسم الله كناخد واحد اللي كندير فيه بيضة وحدة اللي كتكون توسطة مع قبيسة ديال الملحة وسكر منسا بالفاني 7 جرام وكذلك دك نصف كأس ديال سانيدة او لخمسة المعلقة ديال سكر سانيدة عاد غادي نضيف دوك خمسة المعلقة كبار ديال زيت المائدة وغادي نزيده من بعد ضانون او لليوغورت بالنكهاء ديال البان الموز من الاحسن تديرو اليوغورت مثلا ما كانش متوفر ولا ما كانش عندكم ممكن تديرو الحليب كديرو واحد تمانية المعلقة ديال الحليب يعني الحليب السائل صافيا غادي نزيد دابا اه غادي نزيد الخميرة جليل الحلوه كيف قلنا 8 جرام يعني صاشية واحدة وكان بقوا نضيفه دقيق بشوية بشوية على حسب الخاليط يعني ممكن يدي لكم كاس ممكن يدي لكم نصف كاس ممكن كاس ممكن كاس مع مرش دائما دقيق يبقى حسب الخاليط حتى كنت حصلوا على ذاك الكيكا يعني كيكون القوام ديال هاكي فما معودة كمانا القوام ديالك كاركو معارفين يعني كنديرو رقم ثمانية بلا ما كيقطع هنا ياا ذاك البرش ديال البرتوكال خليه وحدة الاخر بلحة باش كي يعطينا ديك نسمى مجهده ديال الليمون في الكيكا هانا عاد غادي نزيده وغادي نزيد كميه دقيق لطبقات ليلي ان الخاليط مازل محسيتش بلقوا من وادك بقي كي بلي يخفيف غادي نزيد ديك الكميه ديال دقيق وغادي نخلطها كبال فوي بابتراب نقوم بتقديمه ونفعله في الصغير ونقوم بتقديمه ونقوم بتقديمه رقم 8 هذا القوام المناسب لتقديم سفنجي سوف نأخذ 1 المول لتقريبا ساعة 26 حتى 28 صنطين باش ممكن كبير باش مما احسن باش كي يجيوكم طبقة ارقاق انا عندي هذا دهنت بشوية دي الزبدة وفرش فيه بابي سولفوريزي بالاحسن بلاش انا كنت فرشته زعمه باش من اللي نحيدو نحيدو زعمه من المول باش نحيدوه من ديكا طاصة اللي في التحت حيث هذا المون اللي كيتحل من جناب ممكن نضيفوه ممكن لانا دهنت غبز وفرشته هو في التحت كنكب فيه الخالد دي الكيكا وكنحاولها كنساويه باش مجيني جيها طالعا وجيها هبطة بها الطريقة هادي شوفوا داك القشور ديال اللي مون شح الكيبان ومزيانين دفا غدي ندخلو الفران بارد كيف العادة كنشعلو عليه من التحت حتى كيبان نطنفخ نشعلو ان شاء الله من الفوق ودائما نقيصو بواحد المص باش نتأكدو ان الكيكا راها طابط هانتو ما عندي راها طابط غير فقط ملاحظة كيف كان خرجوها من الفران كنحاولو نضغطو عليها شوية باش كتهبط ما كسبقاش من فوخه باش كي يجيونا الطبقات يعني مقادين فاش نبغيو نكبول كريمة الطبقات تانية ما تجينش يعني في الجنب طالعة وفي الوسط ما ما فيهاش بغطوع لها هكا شوية انا ما غدي نسقيها متى حاجة لان هاد الكريمة هذي غدي تسقيها ليا فبالنسبة المقادير ديال الكريمة كنحتاجو نصف الهتر ديال الحليب السائل نصف الهتر ليه ينصي طروس قريبا ثلاثة الكيسن ديال العنبة ديال الحليب اللي كي يكون بطبيعة الحل بارد سوف نحتاجو ثلاثة المعالق كبار بهذا القياس هادا ديال السكر حبيبات او السكر سانيدا ثلاثة المعالق بالنسبة للحلاوه كتجينه معتديله اللي ما كييبغش الحلوه بزاف ينقص وعندي ثلاثة المعالق ديال بودرة الكخيم باتيسير يعني بودرة الكاسترد العادية سوف نحتاجو ثلاثة ديال معالق بهذا القياس يعني ماشي الملعقة الكبيرة بزاف هذه الملعقة اللي كتكون طوسطة سوف نحتاج 1 طانية كراميل سوف نحضر كراميل سوف نحضر كراميل سوف نحضر كراميل سوف نحضر الفواكه نحضر الفرز نحضر الفرز نحضر الفرز نحضر الحليب نحضر الكرام والكريم نحضر الكرام نحضر الحليب تضيف الحليب كراميل يوغورت نضيفه و نحركها مباشرة و نقبوها كطبقة ثانية فوق الكيك نحن نضيفه كبيرا و نستخدم الكيك نحن 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 نضيفه كبيرا و نحن نضيفه كبيرا و نحن نضيفه كبيرا أكبر سبب الاسعام نقوم بتشغيلة الزفافة نقوم بتجميلة فوقها نقوم بتجميلة الماء نستفع الفواكه قوم بتجميلة كيوي نستفع الفواكه فوق لك خيم باتيسيار و هي باقة سخونة باش كي تغرسوا لنا في الوسط ديالها كي يجيونا لاصقين عليها باش مليتين ديروا الطبقة الرابعة او للطبقة الثالثة ديال البرتقال كي يكون هاد هاد الفرز هذا وهاد البانان سافل سكوك انا كيف لاحطوه درت الضوار اللولة ديال الفرز و غادي ندير الضوار التانية ديال البانان و نفس الطريقة حتى كنكمل الباقي اللي عندي انتوما إلا عندكم فواكي كثيرة ممكن ديروا على حسب اللي مطوفر عندكم دائما كان قضيوا باللعدنا ممكن قاع ما تديروش الفواكيه ماشي مشكل فقط الاخوات ما تديروش قاع الفواكيه و ديروا مباشرة ديال الطبقة الثالثة ديال البرتقال يعني هاد فقط فكرة او لديروا غلبانان بوحدو الفريز بوحدو اي حاجة عندكم اي حاجة كيف كتلكم ما بتقيدوش بهاد الشي اللي كان نوريكم زعمارة الى ما درناش هاد الشي را ما غاديش تجيزوينو فقط باش نفرحوها كوليداتنا راكم عارفين ممكن يعني اغلب الاوقات فش حضرتها معكم حضرتها معكم و市ه حدرتها معكم في رمضان ديال 2017 ديال 2018 ديال 2019 تباها ندرس لكم في 2020 مم 2000 ممم حتى ها حتى نسالي و ان شاء الله ينسالي و ان شاء الله سوف نزيد عليهم 1 الفاني للوزن 1.5 جرام سوف نزيد معلقة كبيرة غير مملوئة ملعقة كبيرة غير مملوئة ملعقة ملسوحة بودرة الكريم باتيسير سوف نخلطها بالفوحة كالدوبلينة الكريم باتيسير سوف نرد فوق البوط حتى يغلق سوف يصل إلى درجة الغاليان يتبع لكم الفقاعات سكرداب وكريم باتيسير ادخلت في الليمون سوف نزيدها سوف نزيدها لأنه لن تجمد لك حين باتيسير كي يجمده مع الفواكه لا نسمحوا لي ارى ان ندخل و تنخرج لها بنتي حدا يا اخ صفي هنا اخذت مباشرة لا نجعل هذه الكريمة التي ترتح لها مباشرة نجعلها من فوق منها سوف نأخذ واحد المعلقة الكبيرة نقلبها على الظهر و نقلبها بورتوكال كريمة نقلبها على المعلقة من اللور فوقعات و حتى انتظروا فوقعات و اخذت لكم و اخذت لكم كيف اخذت لكم اخذت لكم فوقعات و اخذت لهم سوف نضعها بالبلاستيك أنا قدرتها بالليل و اخذتها ليلة كاملة و اخذت لكم في تلاجة من كتبين و اخذت لها فقط اخذت لها و اخذت لها كنت اخذت لها و اخذت لها اشتريك الكريم اشتريك 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 اشتريك